السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة المحاضرة خاصة بتقدير قاعدية الماء في مختبر الصحية العملي تعرف قاعدية بأنها قياس سعة الماء على معادلة الحامض القياسي إلى حد PH معينة القاعدية لها أسباب بماها الطبيعية من أهم أسبابها وجود أملاح الحوامض الضعيفة وأملاح القواعد الضعيفة والقوية مثل أملاح الكاربونات والبيكاربونات التي تشكل الجزء الأكبر من القاعدية كذلك الهيدروكسيدات التي تؤدي إلى زيادة القاعدية في الماء ولهذا السبب بمعظم المياه توجد القاعدية بثلاث حالات رئيسية هي قاعدية الكاربونات وقاعدية البيكاربونات وقاعدية الهيدروكسيد ولهذه الأنواع الثلاثة علاقة توازن مع ثاني أكسيد الكاربون بالماء أي تغير بتركيز أحدهم يؤدي إلى تغير التوازن وبالتالي تتغير قيمة الـ pH مثل الماء توجد تأثيرات للقاعدية كذلك توجد مؤثرات تؤثر على القاعدية منها مثلا نمو الطحالب بالماء يؤدي إلى زيادة القاعدية بسبب استهلاك الطحالب لثاني أكسيد الكاربون في الماء خلال النهار كذلك مياه المراجل تحتوي على قاعدية الكاربونات وقاعدية الهيدروكسيد بسبب قلة ذوبان ثاني أكسيد الكاربون في المياه بسبب خروجه مع بخار الماء المحلول القاعدي عنده صفة أدت صفات أهمها يكون طعم مر وطعم قاعد يمر يغير ورق عباد الشمس من الأحمر إلى الأزرق عكس الخامضي يتفاعل مع الحوامض وينتج ملح وماء وتتأين القاعدة وتعطي أيون الهيدروكسيد لها القابلية على اكتساب البروتون وقيمة الـ pH أكبر من 7 أضرار زيادة القاعدية في الماء تسبب تآكل في الأنابيب والمراجل لأن تكون طبقات داخل الأنابيب والمراجل الغرض من التجربة حساب قاعدية الماء لمعرفة مدى صلاحية الماء للاستهلاك البشري وكذلك تحديد استخدامات المياه حسب كمية القاعدية الموجودة بها يعني إذا ما تصلح للاستهلاك البشري أكيد تصلح لاستخدامات صناعية أو زراعية أو ري دواجن أو ماشية أو غيرها كذلك للسيطرة على التآكل ومعالجة المياه ومعالجة نمو الطحالب وتفيدنا حتى نحدد كمية القاعدة المضافة مع الشب لزيادة كفاءة الترسيد بهذه التجربة نحتاج نوعين من الكواشف اللي هنه كاشف الفينورفثالين يستخدم في فحص قاعدية الهيدروكسيد اللي إلها قيمة بي أج أكثر من 9.5 وكاشف المثيل البرتقالي اللي يكشف فينا قاعدية الكاربونات واللي إلها قاعدية والبي كاربونات قيمة بي أج أقل من 9.5 المواد والأجهزة المستخدمة حامض الكبريتيك عيارية 0.02 كاشف المثيل البرتقالي مثل ما قلنا وسحاحة وحامل والسحاحة ودورق زجاجي مخروط الأفو وبيكر زجاجي المواصفة القياسية العراقية للمياه الصالحة للشرب تحدد أنه كمية القاعدية من 125 إلى 200 ميلي جرام بيل لتر يعني من الحدود المسموح بها هي من 125 إلى 200 ميلي جرام بيل لتر الواحد طريقة العمل نملأ السحاحة بحامض الكبريتيك عيارية 0.02 مثل ما يعني قلنا السحاحة عبارة عن أنبوب زجاجي مدرج فنمليه بحامض الكبريتيك ونسجل الحجم نشوف شقد هسا هو الحجم اللي بي ورما ملينار الحجم الأولي ناخد دورق مخروطي نخلي بي 50 مل من النموذج المراد فحصه اللي هو ماء إسالة كل شغلنا على مياه الإسالة نضيف من 2 إلى 3 قطرة من دليل المثيل البرتقالي إلى النموذج فيظهر بلون أصفر يعني من أخذنا المي ضفنا له قطرتين أو 3 قطرات من المثيل البرتقالي يصير لونه أصفر راح نشيل هذا النموذج نخليه تحت السحاحة نفتح علي صمام السحاحة نسحح ويحامض الكبريتيك يعني ننزل من السحاحة حامض الكبريتيك شوية شوية إلى أن يتغير اللون من الأصفر إلى الوردي المائل إلى البرتقالي يتغير اللون من أصفر يستحول إلى وردي مائل إلى البرتقالي من تغير صار بهالشكل اللون نوقف عمليات التسحيح نغلق صمام السحاحة ونسجل الحجم الثاني ونحسب الفرق بين الحجمين معناها نسجل حجم الحامض المستعمل بالتسحيح نجي للحسابات والنتائج كمية القاعدية بدلالة كاربونات الكاليسيوم أي في بي في خمسين في ألف على في الألف هي اللي غلق تحويل الوحدات والخمسين والعفو الأي هو حجم حامض الكبريتيك المستخدم بالتسحيح اللي قلنا الفرق بين الحجمين بس بريتيك قلنا بونت أوتو والفي هو حجم المراد النموذج المراد فحصه احنا اخذنا خمسين مل من الإسالة والخمسين اللي بالقانون هي الوزن المكافئ فيصير عدنا القانون كمية القاعدة يساوي أي في بونت أوتو في خمسين في ألف على خمسين يعني كلها عدنا واضحة المجهول فقط هو أي اللي هو حجم الحامض المستخدم بالتسحيح نحسب الكمية القاعدة من المعادلة ونقارنها مع المواصفات العراقية ونشوفها ضمن المواصفة أو خارج المواصفة غير كل ما يتعلق بمحاضرة تجربة حساب قاعدية الماء